هتشوف تغيير في حياتك لدرجة العجب هتتعجب وتقول معقولة حياتي بتتغير بالسرعة دي معقولة أمور المادية تحسنت بالسرعة دي معقولة أنا تزوجت بالسرعة دي طب معقولة كل ده يحصل بالسرعة دي آه لأن هناك صور من القرآن الكريم زي ما تقول كده يعني جنود يسخرها الله لك لتقوم بمساعدتك كلما قرأت هذه الصورة والله المسأل أعلى عارف لما ربنا سبحانه وتعالى بيوقف لك حد في طريقك يساعدك يوصلك يعني ينتشلك من الضيع يعني يوصلك لبر الأمان تشتشيره كل ما تستشيره يشورك المشورة الصحيحة كذلك هناك سور في القرآن الكريم تقوم بعامل كبير جدا جدا مساعد لك في حياتك أولا هو كلام الله سبحانه وتعالى ثانيا هذه السور العظيمة المباركة يعني لها تأثير واضح وكبير جدا على كل من يقرأها ويتدبر معانيها ويتأمل معانيها خاصة أنه كلام الله الذي أنزله على قلب حبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وسلموا تسليما في هذه الليلة العظيمة المباركة ليلة الجمعة الثانية من شهر ربيع الأول شهر مولد رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء هداية وسلام وأمان إلى العالمين أجمعين شفيعنا يوم الدين أكثر من الصلاة والسلام عليه في ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر من الصلاة والسلام علي في ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي في ليلة الجمعة أو قال في يوم الجمعة مئة مرة قضى الله له مئة حاجة سلاسون منها من حوائج الدنيا وسبعين من حوائج الآخرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة والسلام علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر فإنني أسمع الصلاة بأذني وأرد السلام بلساني أو كما قال صلى الله عليه وسلم هيا بنا نبدأ هذه الفائدة العظيمة جدا جدا لأي أمر في حياتك من الألف إلى الياء أو من ايه توزد لكل اللي بيتابعني من جميع الدول العربية بداية من مصر الجزائر تونس المغرب لبيا السودان السعودية الكويت البحرين الإمارات قطر عمان كل الدول اليمن كل الدول العربية فلسطين الشقيقة الغالية كل الدول شوفوا الفائدة دي ونتائجها السريعة معاكم من أول يوم والكل هيدا يدي وهتشوف تغيير في حياتك لدرجة هتتعجب منها هتقول سبحان الله كنت مستخبية فين يا فرحة بسم الله ما شاء الله فعلا سرعة عظيمة جدا 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 في قضاء الحوائج وتحقيق الأمنيات المال الكثير الذي يأتيك بسهولة ويسر من أول يوم تحقيق الأمنيات تحقيق المستحيل قضاء الحوائج النصر 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 العاجل السريع على من ظلمنا وعادنا وبغى علينا وكادنا بسوء وصار في أزيتنا وساهم كثيرا جدا في تعب قلوبنا وبكاءنا تأكدوا أن الله سينصركم عليه وسينصرنا في جميع المواطن والأماكن بإذن الله على الصحرة والأعداء والكائدين والمنافقين وهناك تسخير وتيسير وتجميل تجميل جمال للوجهة ما شاء الله تفتيحه وتبييد وجهك يصبح القمر بإذن الله وكمان إن شاء الله بإذن الله معها زوال الهم والغم والضيق والنكد والحزن وإن شاء الله بإذن الله تحصل على القدر العالي والجاه والعزة والمنصب واحترام الناس لك وطاعتهم لك وعلوه شأنك وتنال تمام الوسوق بالله سبحانه وتعالى وعدم الشك به بإذن الله والثقة بالنفس والشفاء من كل ده والشفاء أيضا بإذن الله من الحسية والأمراض الجلدية والضغط والشفاء من جميع الأمراض طبعا والشفاء من السحر والمسة والعين والحسد والتبع والطريط والعوارض كمان إن شاء الله ستعالج مشاكل الشعر جمال الشعر تطوير الشعر ألاج شيب الشعر ألاج إن شاء الله بإذن الله والأمعان وبريق الشعر كمان بإذن الله سبحانه وتعالى هداية الأبناء والأزواج وجلب الأحبة والغائبين وسادات الديون وتسهيل بيع وشراء العقار والأرض السكنية استفداد حقوقنا المال المنهوب المال المسروق ورسنة إن شاء الله بإذن الله ربنا يحفظنا من أي شرور بإذن الله على وجه الأرض وتنفع لكل من يتأخر معهم نجاح الفوائد ومن عندهم أصحار وعين وحسد إن شاء الله بإذن الله هنقرأ صورة الواقع العظيمة المباركة في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة من شهر الربيع الأول أو في أي يوم أو ليلة أو ساعة من ليالي العمر أو ساعة العمر نتوضأ نتعطر برائحة جميلة تجوز في العزو الشرعي طبعا بعد الوضوء والطريب برائحة جميلة نمسك الهاتف المحمول ونقرأ منه الطريقة زي ما بقول توضأنا وطلبنا برائحة جميلة واستقبلنا القبلة نستغفر الله سبحانه وتعالى ثلاث مرات نصلي على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سلاسة مرات نقرأ صورة الواقعة بالعدد سبع مرات متتالية بإذن الله سبحانه وتعالى في جلسة واحدة دون أن يقاطعنا أحد بإذن الله نصف ساعة بإذن الله بإذن الله بإذن الله تكون أنتهيت من القراءة الصورة سبع مرات ثم تسأل الله سبحانه وتعالى وترفع الكفين أو تسجد وتسأل الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات أن اللهم إني أسألك أن ترزقني بسر صورة الواقعة وما فيها من السر والأسرار والنور والأنوار أن ترزقني قضاء حوائجي الرزق المال الصراء الغناء الوفرة الصروة النصر الصحة العافية كذا 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 كل حاجة أقولها إن شاء الله بإذن الله نكع على كل شيء قدير تختم بيها وبالإجابة الجدير يا نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العليل العظيم ثم تصلي على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثة مرات وبكذا تكون انتهيت من الطريقة إن شاء الله وإن في العزر الشراء تنفع بعد الوضوء والطيب رأحة جميلة واستقبال القبلة ومسك الهاتف المحمول نقرأ منه إن شاء الله بإذن الله من أول يوم من أول يوم من أول يوم ومن أول ساعة كمان نتائجها قوية جدا جدا وكمان تجليتها هتستمر لو عملتها بالطريقة سبع مرات لمدة سبع أيام بإذن الله وبعد السبع أيام أو تلات أيام ممكن نستمر على صورة الواقعة مرة واحدة ورد لينا هنشوف العجب العجاب هنشوف تغيير في حياتنا بإذن الله كامل يعني هنقرأها بإذن الله سبع مرات يوميا لمدة أسبوع بإذن الله سبحانه وتعالى وبعد كده إن شاء الله بإذن الله ثلاثة أيام ممكن نقرأ ثلاث مرات وندوم لحد نهاية الأسبوع وبعد ما انتهي الأسبوع بإذن الله سبحانه وتعالى نقرأها مرة واحدة يوميا